معاناة يومية يكابدها سكان مخيمات النزوح في مارب خصوصا في ليالي الشتاء ببردها القارص غالبية الأسر تفتقر للمواد الإيوائية والبطانيات التي تخفف عنها برد الشتاء بعد انفرت من مناطق المواجهة أوائل العام الماضي ولجأت إلى مخيمات النزوح في مارب التي تقطنها مئات الآلاف من الأسر التي شردتها الحرب تقارير حديثة صادرة عن المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن تقول إن هناك نحو أربعة وخمسين ألف أسرة تأش في مخيمات متهالكة وتحتاج إلى الأغضية لمواجهة برد الشتاء القارص فالمساكن المصنوعة من الأغضية الباليستيكية أو القماش أو أسعف النخيل والخشب أرضها مملوكة لبعض الأشخاص ولا يسمح للنازحين بتركيب هياكل شبه دائما تتعرض للرياح القوية والعواصف الرملية ولا تستطيع حماية الناس من العوامل الجوية ناهيك عما يحمله الشتاء للأسر النازحة من المعاناة والأمراض الموسمية التي لا تقل عن تلك التي يأتي بها الصيف إضافة إلى شح ونقص في المواد الغذائية والملابس ويؤكد العاملون في قطاع الإغاثة أن عشرات الآلاف من الأشخاص في مواقع النزوح يحتاجون إلى مستلزمات الشتاء مثل البطانيات والملابس الشتوية وأجهزة تدفئة والوقود للتقليل من المخاطر الصحية التي من الممكن مواجهتها حيث تقول الأمم المتحدة أن شركاءها في مجموعة المأوى يحتاجون بشكل عاجل إلى 12 مليون دولار لتوفير مستلزمات الشتاء لـ 45 ألف أسرى من الفئات الأشد ضعفا ارتفحت معاناة النازحين بعد إن حذرت الأمم المتحدة من اضطرارها لتخفيض المساعدات الإنسانية النقدية المقدمة للاجئين في عدد من برامجها الحيوية جراء نقص التمويل حيث نصف العائلات لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها خلال أكتوبر الماضي وأن مستوى التدهور السنوي في الأمن الغذائي بمناطق سطرة الحوثيين أعلى بكثير مما هو موجود في المناطق المحررة وأن وصول الغذاء إلى اليمنيين لا يزال مقيدا إضافة إلى التكلفة المرتفعة ويبقى السؤال إلى متى ستظل هذه المعاناة ملازمة لليمنيين الذين أجبروا على ترك منازلهم لتلتقفهم كارثة إنسانية أخرى لم يأهدوها من قبل